ده تطور نتج المحل الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 80 إلى 25 الناتج المحل الإجمالي اللي أنا كنت أتكلم عليه من شوية أهو قدام حضراتكم سنة 1980 لغاية سنة 2020 أو 2025 أهو ده بالدولار بالمناسبة يعني أنا كنت من شوية أقول ده بالدولار النهاردة في 2020 361 مليار دولار لسه ما وصلتش نص تريليون الرقم ده يعمل كام يا أبراهيم اضرب 361 أو 362 اضرب 362 في 15 وقل للرقم سنة 80 كان كل ما ينتجه المجتمع المصري من سلع وخدمات 23.5 مليار وبعدين سنة 85 48.8 مليار دولار كام يا أبراهيم مش سامع يعني حوالي ستة تريليون عشرين عشرين ستة تريليون تخيل تخيل عندي 2010 كنا 230 ميتين وثلاثين النهاردة عندي 361 شايفين الناتج المحل الإجمال اللي بتاعي زاد قديه اهو ده عشرين عشرين يا جماعة ده خمستاشر وده عشرة تخيل الفين وخمسة تخيل الفين تخيل خمسة ودسين ده كان الناتج البنتج المجتمع كل اللي بنتجه المجتمع مقيم بالدولار النهاردة عندي 362 حوالي ستة وكسر تريليون جنيه ده تطور الناتج بتاعكم اللي أنتجه الشعب المصري خلال الفترة من سنة تمانين لسنة الفين وعشرين قدامكو الرسم الباني اللي قدام حضراتكو ده هو ترجمة نانسي قنقر